معظم الفنانين تغنوا بالقمر لكن منهم من تغنى بالشمس ففيروس قالت عم الضوي الشمس على الأرض المزروعة وشادية طلبت منكم أن تقولوا لعين الشمس ما تحماشي أما بالنسبة لكاظم الساهر فدلعها بأغنية يا شمس يا شموس يا حلوة يا عروسة ولكن يبدو أن بعض العراقيين زعلوا من دلع الساهر للشمس بعد سبع سنوات من نشر هذه الأغنية وأطلقوا حملة ساخرة في البصرة تحت هاشتاغ قاطع أشعة الشمس السبب بالطبع درجات الحرارة العالية التي تشهدها العراق طبعا معهم حق لأن الشمس فعلت فعلها بهم سنأخذكم في الجولة على بعض درجات الحرارة المسجلة في العراق إلى الفترة الماضية أعلى درجة حرارة كانت في محافظة ميسان وبلغت 55.6 درجة مئوية من يتحملها؟ يقول العراقيون المطيب والدم فكيف إذا ترافقت مع مرتفع جويا وكتلة هوائية شديدة الحرارة من شرق الجزيرة العربية أما بالعاصمة بغداد بالتحديد يوم الأربعاء الخامس من يونيو وصلت درجة الحرارة إلى 47 مئوية وفي البصرة الحرارة اقتربت من حائط الخمسين كانت بالتحديد 49 درجة ماذا عن التغريدات؟ يقول لك عقيل السراء يا شمس يا شموس يا حلوة يا عروسة ما حتخربها علينا وخلاها تدلع كاظم الساهر أما مهند الرازي يقول والله نصيب إحنا أهل العراق يعني بلد نفطي كهرباء ماكو الناس انحمس يتحمس أي انقلت قليل استبرق تقول حملة قاطع أشعة الشمس أطلقها شباب البصرة بعد بلوغ درجة الحرارة نصف درجة الغليان أما عبود الجنابي يقول لا حيل مبين تأثير الحر اتخبوتم يعني؟ هاشتاغ الحملة تضمن أيضا صورا لأوراق قال المغردون إنهم موزعوها على شباب في البصرة مثل هذه الصورة التي نراها والكلام فيها موجه للشاعر المشهور كريم العراقي والذي ألف قصيدة مطلعها الشمس شمسي رد عليه حامل هذه الورقة يقول الشمس شمسي وينك يا أخو ما تيجي تحاتي لنا صاحبتك شوي بل كتطف فيها يوم وصلت خمسة وخمسين أما هذه الصورة أيضا موضوع على سيارة مكتوب عليها الشمس أحرق في بلادي حتى الظلام هناك أحرق فهو يحترق العراق ترجمة نانسي قنقر